تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ينطلق طواف سموه للهوى للدرجات الهوائية في نسخته الثانية الذي سينظمها الاتحاد البحريني للدرجات الهوائية بالتعاون مع شركة فعاليات على مدار ثلاثة أيام وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الطواف له همية بالغة في مسيرة رياضة الدراجات الهوائية خصوصا وأنه يساهم في اكتشاف مواهبة جديدة من شأنها مواصلة ارتقاء رياضة الدراجات التي سجلت محطات رائدة في الفترة الماضية وواصل عدد الدراجين إلى عالم الاحتراف وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بجهود الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية في دعم الدراجين الهوى والمساهمة في إبراز قدراتهم الفنية عبر تنظيم الطواف للعام الثاني على التوالي متمنيا سموه التوفيق والنجاح لكافة المشاركين وأقيم المؤتمر الصحفي الخاص بالطواف حيث ثمن الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس التحاد الدراجات الرعاية والدعم الذي يحظى به الطواف من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مشيرا إلى أن الطواف يترجم رؤية سموه في دعم الدراجين الهوى واكتشافه مواهبة جديدة وأشار إلى أن النسخة الأولى من الطواف شهد نجاحا كبيرا وغير مسبوك في رياضة الدراجات الهوائية حيث حقق كافة الأهداف المرجوة في ظل المشاركة الواسعة من دراجي البحرين والدول الخليجية والمقيمين على أرض المملكة مبينا إلى أن العدد ارتفع في النسخة الحالية ووصل إلى أكثر من مئتي دراج ودراجة كما تحدث في المؤتمر مسؤولية الشركات الراعية من طيران الخليج وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية باتلكو وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعا فنيا حيث قدمت شرحا كاملا للأنظمة والشروط الخاصة بالطواف واستعرضت المراحل التي ستشهدها الأيام الثلاثة اشتركوا في القناة